السلام عليكم متابعي دراما سبورت هارد لك لكل مشجعي وجماهير تشرين بشكل خاص أنا منشغل بمباراة روما وليفر كوزن انت هشغط الأول بالتعادل السلبي لكن رغم هذا الشي حاسس من جمهور تشرين له علينا حق ولازم نحكي عن مباراة تشرين والشباب اللي تعرض فيها فريق البحارة للخسارة بنتيجة تلاتة واحد وخرج بذلك من البطولة العربية للأندية وأكيد ألف مبروك لكل مشجعين هذه الشباب السعودي قبل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا على التفاصيل لنحكي عن مباراة تشرين والشباب بشكل سريع إن شاء الله شوف يا صديقي العزيز يعني من مباراة الزهاب وبعد الأداء اللي فينا نقول كان أداء دفاعي أداء ما كان الأداء المبهر من نادي تشرين بمباراة الزهاب انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي يعني طلعت بفيديو وحكيت من النتيجة رائعة جدا يعني النتيجة أساسا كانت غير متوقعة فمن المستحيل تتوقع تأهل تشرين على الشباب إلا إذا كانت في مفاجأة حدثت هاي المفاجأة قدام المريخ السوداني لكن المريخ لا يقارن بالشباب السعودي إذا تابعت نادي الشباب بالدور السعودي فرح تعرف أن الفوارق موجودة فوارق الإمكانيات لذلك نحن ما لازم نتابع بعين بأن تشرين هو بطل الدور السوري ثلاث سنوات على التوالي عم بيقابل نادي الشباب السعودي اللي ما حقق لقب الدور السعودي ما بعرف من كم سنة لا أنت لازم تعرف بأن نادي الشباب السعودي فريق دائما موجود بين الأربع الكبار بالدور السعودي فالدور السعودي أساسا هو أفضل دوري بآسيا بالمقارنة مع الدور السوري أنت عم تحكي عن دوري ممكن حتى ما نضمن التصنيف الخمسة عشر بآسيا فهاي الفوارق لازم تحكي عنها هاي الفوارق لازم تركز فيها في أمور ما لازم تناقش فيها أساسا ليش الفريق عم بيدافع ليش الشباب السعودي أفضل من تشرين من ناحية جودة اللاعبين من ناحية المهارة من ناحية الفنية من كل شيء من كل النواحي ليش الشباب أفضل من تشرين ما فيك تناقش فيها الفوارق فارق الملعب فارق جودة اللاعب فارق كل شيء فارق المحترفين حتى النظام الغذائي فبالتالي نحن هون ما عم نتناقش حول هذا الموضوع لكن في أمور أخرى ممكن تحكي فيها هاي الأمور تتعلق باللاعقة البدنية يعني اللاعة البدنية ما بظن أنه لازم نحملها فقط للدور السوري لازم نحملها ل الكوادر اللي عم تشتغل اللاعبين أنفسهم يعني أنت لما بتشوف اللاعب ما نقدر يركض بالملعب لا الأمر صعب الأمر صعب يعني اللاعب ما عنده القدرة على الركض فهذا الشيء العاقة البدنية ما فيني أقول كواليتي لاعبين ما فيني أقول مهارة لاعبين هذا الشغل اللاعب فإذا اللاعب ما عم بيشتغل على نفسه كيف فينا نطلع ونقول إمكانيات الفريق أو جودة الفريق أو ضعف الدور السوري لا هذا الأمر يتعلق باللاعب نفسه حتى التكنيك ما عم نحكي فيه التكتيك ما رح نحكي فيه يا عمي تكتيك دفاعي تكتيك الفريق دفاعي ما عش الحال ما في لا اعتراض على حكم الله يعني لا اعتراض ولا ولا أي شيء بنحكيه لكن أنت عم تحكي عن لهاقة بدنية هاي اللهاقة البدنية الغير موجودة اللاعب اللي ما فيه يعمل سبرينت لا أعذرني يعني هذا الأمر لا يتعلق بجودة الدور السوري أو ضعف الدور السوري تعلق باللاعب نفسه يعني ما شفت من نادي تشرين ممكن بمباراة المريخ كان في عدد من اللاعبين اللي يتميزوا نصوح نكدلي محمد مالطا لكن حتى بهاي المباراة نصوح نكدلي أساسا ما فيه يعمل سبرينت اعتماده الكل يستلم الكرة يدور فيها ينعمل عليه خطأ هذا الشيء اللي ممكن يعملوا نصوح نكدلي لكن ما فيه يركض بالكرة ما فيه يعمل سبرينت أساسا ما نقادر إذا حكينا عن محمد مالطا نفس الأمر ما نقادر يعني ما عم يعطيك الطاقة خالد مبيض نفس الأمر ما عندهم هاي الطاقة ما عندهم طاقة إنه يركضوا خمس متار لا لا الأمر صعب عم نحكي بالحالة الهجومية بالحالة الدفاعية اليوم أكيد تشرين عانا من غياب مؤيد الخولي اللي ما شارك بشكل أساسي حسن أبو زينب مع عبد الرزاق لمحمد كان خط دفاع نوعا ما من ناحية التمركز ما كان جيد الأطراف اليوم أيضا كانت بطيئة بموضوع التغطية التغطية بالحالة الدفاعية أنت لازم تتوقع دائما بشكل صحيح تكون قبل اللعب المهاجم أو اللعب اللي بيلعب على الجناح من نادي الشباب لازم تتوقع هذا التوقع كان معدوم إطلاقا أنا بشكل عام ما فيني لوم اللاعبين ولا فيني حتى لوم الكابتن محمد عقيل فيني أستفسر بنلاعب مثل باهوز محمد كان موجود مع نادي الوسبع عم بيتألق شفنا يعني بعدة مباراة كان متألق ليش ما شارك بأي مباراة مع نادي الشرين أحمد حاتم ليش ما عم بيأخذ الفرصة الكافية لعيبة مهاجمين ممكن يفيدوا بالحالة الهجومية ما شفنا هذا الشيء الاعتماد فقط على النصوحنا كده كمهاجم وهمي التشرين بيحتاج لعدد من التعاقدات إذا حابب يستمر بالمنافسة أو إذا حابب يتواجد بالسنوات القادمة أنت بتحتاج لتعاقدات جيدة تعاقدات محلية من فريق الشرين الحالي أنا ما فيني أختار إلا أحمد مدنية بحراسة المرمة فيني أختار عبد الرزاق المحمد بالدفاع فيني أختار أحمد الدالي تلات لاعبين يعني بكل صراحة اللعيب اللي ممكن يستلم صح يعطيك صح يعطيك كرة صح أنا شفت يعني هل تتلاعبين نصوحنا كده لي نعم لاعب جيد لاعب مميز ممكن تستدعي للمنتخب يعطيك عشر دقايق مميزة بس ما فيه يلعب مباراة كاملة نصوحنا كده لي ما فيه يلعب مباراة كاملة بهذا أداء الفني يعني اللياقة البدنية ما فيه ما فيه حتى خالد مبيض ما فيه يعطيك مباراة كاملة ممكن أحمد دالي أحمد مدنية وهو عبد الرزاق المحمد وهو اسم آخر زيد غرير يعني يستدعي للمنتخب يعطيك كم دقيقة جيدة بشكل عام يعني أنا ما فيني عاتب اللاعبين برجعوا بقول مليون مرة برافو لعيبة تشرين لعيبة أبطال تعادلتوا بمباراة الزهاب الخسارة قدام ثلاثة واحد قدام الشباب خسارة متوقعة جدا صعب جدا توصل وتتأهل على حساب الشباب السعودي ممكن ركلت الجزاء ما أنا ركلت الجزاء لكن أنا ما بدي أحكي عن الحالات التحكيمية لأنك أنت أساسا ما قدمت كرة قدم لحتى نحكي عن حالة تحكيمية أو غلط الفريق من بداية المباراة وحتى من مباراة الزهاب ما عم بيلعب بطريقة أنه تخليك تستمتع أو يعطيك أمل بين في شي بكرة القدم السورية ممكن تشوفه بالأيام القادمة حابب شوف أندي عم تشتغل على اللاقة البدنية على القدرات البدنية شاي حابب شوف لعيبة سوريين عم بيلعبوا بالملعب يعملوا سبرينتات يعملوا سرعات يعملوا تحركات لا هذا الأمر أنت بتحتاجه بشكل كامل من ناحية النظام الغذائي لللاعبين من ناحية الأراجي للدخان هذا الأمر موجود بالدور السوري للأسف فما فيني لوم إلا اللاعبين بهاي الشغل المعين اللي عم بحكي عننا هاي النقطة أما باقي النقاط فارق الكواليتي فارق الجودة فارق الإمكانيات فارق المهارات شي من الله يعني ما بدنا نحكي كمان الأموال والتعاقدات والمحترفين بس موضوع اللاقة البدنية اللاعبين الموجودين بنادة شرينا وحتى بالأندية الأخرى عم بننصدم بعدم قدرة اللاعب يعني كيف بدك تعمل أي خطة إذا ما عندك قدرة بدنية هذا الأمر اللي لازم تاخدوه على الاعتبار هذا كل شحاب أحكي قرب بداية الشرطة الثانية بتمنى يعجبكم الفيديو وهاردك لكل مشجعي تشرين ترجمة نانسي قنقر